السلام عليكم ورحمة الله اليوم رأنا الاربعة في سبعة فيفري ودرج الحرارة ثمانية درجة سنبدأ رحلة دينام لها المنطقة اللي يسميها الريمالي هيزارو البرك هذا يظهر على البوسفور وفي الصيف يكون معمرا بالناس عائلات أطفال يجوا يلاعبون مكان رائع نظهر على الجزء الثاني من اسطنبول اللي هو الجزء الأسياوي ونرى الجسر تها السلطان محمد الفاتح المنطقة اللي تقابلنا هي منطقة اسكودار ومنطقة بيكوس صراحة أنا عندي حوالي 6 شهر من اللي جيت لهذا البارك وكان في حالة كارثية يعني هذا شيء كامل ما كانش كان عبارة عن مكان مهمل وشنو؟ الحاجة اللي مريحة في تركيا هي انو في كل مرحلة تشوف بلي كين تطور ما يعني فريمو شعب شعب خدام هذي حقيقة في الفيديو تاعنا حندي كوفريو منطقة يسميها هي من أفضل المناطق في اسطنبول خاصة من حيث النوعية ناس يسكنوا فيها ومن حيث الأمن والأمان لأنه معروف المنطقة هذي بلي ما فيها القتيلة ما فيها السريقة ما فيها مشاكل وناس ليسكنوا فيها رقيين وفيها بزاف صفارات يعني هذا يدل ديجاب منطقة مليحة في طريقنا هنديروا بعض الكمانتر كما هنشوفوا شكين شوك و آمية واحد هذو مصدي سوبيغات اللي يشيرون من عندهم الأتراك ومعروفين بلي الأسعار ديالهم جد معقولة ضايرنا بزاف شحام المراهيج واصدقاء متزاير بعد يحيروا يقولوا كيف يشاركوا قادرين تعيشوا في هذه البلاد الأسعار غالية وما يردوش البال باللي كي يجيو ناس عامة كي يجيو السياح يجو الأماكن السياحية والأسعار تكون مضاعفة ولكن كتولي الحقيقة الأسعار رهي صحيح في بعض الأحيان أغلى متزاير صح تبقى معقولة بالنسبة للأماكن السياحية كما قلنا في طريقنا هنديكوفري ومنطقة ليفانت ونروحو حتى للمسجد اللي بناوه جديد اللي فتحو أردوغان صفي بضعة أشهر وفي نفس الوقت هنحكيوا على موضوع السياحة هنشارك معكم أماكن سياحية اللي تقدروا تفيزيتوهم ونمدلكم بزاف نصائح وإرشادات اللي يقدروا يساعدوكم باش تبنيوا خطة سياحية تكون افكاس وتكون صحيحة باش تجوزوا يا مات شاء الله الشابين في اسطنبول هاد المنطقة يسميها منطقة جامعة البوغاز البوصفور معتها ماذيق باللغة العربية هاد السيارة اللي يتمر هي السيارة تركية سنشوفها بزاف طرقات بزاف ناس اللي كانوا يخلو بلي راه مجرد إشهار إلى آخره ما كانش منها ولكن كما تشوفوا بوازجو يونيفرستيسي هاد الجامعة على حساب العلم ديالي استها أمريكا منذ حوالي مئتين ومئتين وخمسين سنة وإلى يومنا هادا كما راكم تشوفوا مازالها شغالة ومازالنا سيقرة فيها ومعروفة بالمستوى التعليمي فيها عالي طريقة هاده كامل اللي حانمشيوا عليها الطريق تبدأ من المنطقة اللي رانا فيها تابعة البلدية صرير حتى الليفانت حيكون تحتها مترو يسموه مترو ليفانت لذلك أي شخص يحب أن يذهب إلى المترو بكل سهولة كما يأتي للجامعة ولا يأتي للبارك نبدأ بالتحدث عن الموضوع السياحة أول شيء نأكد علي أنه من الأفضل قبل أن يأتي للتركيا يحاول كيف يخطط إلى برنامج سياحي ليس يدير فيزا ويأتي 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 بالطبع لكي يتخير أن يأتي مع شركات أو وكالات سياحية هذي فكرة جيدة نوعا ما بسهل الحاجة اللي بلك شوية ما تاجبنيش هنا في الوكالات هي أنه يجيبوا مثلا عشر أو العشرين واحد يديرهم كامل نفس البرنامج لذلك كل واحد فينا عنده أمور يحبها أمور ما يحبهاش ديفو أنت تكون تسنة في الجماعة ديفو أنت تتقلق دونك هاتش هو اللي يخلي بعض الناس يقول كان من الأفضل لنروح وحدي خير وما نقدر ندير وش نحب لا تنساوه كل واحد فينا عنده أولويات دياله كان اللي يحب يديكوفري له ماكسيموم تالي ريسطورو باش يشوف الماكلة التركية كيف كان اللي يحب لا لا يروح للأماكن التاريخية يروح للمتاحف يروح للمساجد كان واحدة أخر تانية يحب للأماكن السياحية يروح للبقر يروح لهذه إلى آخر دونك كما قلنا السياحة ستبدأ ببرنامج يكون أوبخيال وليكون أفضل يعني يكون ديرو من قبل في البرنامج دين هنحددو كما قلنا الأماكن لنحب الرحول لهم هنا ندت لكم واحد لاليست نقدروا نحكيوا عليها بسرعة كان مثلا منطقات معشوقية هي منطقة جميلة بزاف بعيدة لإسطنبول بحوالي 120 كم من الأفضل هدي كي جنتا لهنا لإسطنبول كان وكالة لديوك في نهار تروح صباح وتويلا شيئا جوز نهار ما شاء الله منطقة معروفة بلي كان فيها أكلات طيبة فيها تأتي تدير الكوال تدير السافاري إلى آخره يعني منطقة ما شاء الله كانت هنا منطقة اسكودار ليها معروفة بلي منطقة عريقة جاء في الجوز الأسيوي من إسطنبول فيها مساجد يعني تحسب لي ركفي متحف ممليا ريسطورو فيها ومنطقة عائلية معتها واحدة يكون أمفامي سيصبح مرتاح مع العلم أنه في إسطنبول كامل واحد ما هي ديرانجيك ولا واحد ما هيقلقك مملك أن تكون أمفامي كانت هنا منطقة بيكوز إن شاء الله نرجع لها لأنه في منطقة بيكوز كان واحد المكان يسموه أمفامي 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 وكما تذهب إلى البابور يعني بلاصة رائعة رحت لها ودرت عليها فيديو على كلها تلقواها في القناة كانت هنا مقهاء يسمى مقهاء بيغلوتي تذهب إلى البيوس وتذهب إلى تليفيريك يعطيك منظر على منطقة الخليج الذهبي فريمون يعني منظر رائعة جدا بيكوز كان منطقة السلطان أحمد اللي فيها مسجد السلطان أحمد ومسجد آيا صوفيا يعني نرى أنه في التاريخ القديم كانت هناك تلقى القصرة طب كابو تلقى يعني بزاف أمور تاريخية ننصح أي واحد فيكم ما نجم شراطيها كي يجي الإسطنبول بعد طبعا بعد نروحوا القالاطا بورت قالاطا بورت هذا هو بورج جديد وماذا نخدمه بطريقة يعني سياحية مية بالمية فيها مركز تجاري أصيل وفاق يعني مفتوح فيها المركات العالمية فيها الريستوران وفي نفس الوقت قداموا هنا منطقة يسميها كاراكوي هي منطقة قديمة تلقى واحدك يبيع السمك في منطقة إمينونو وكاراكوي يعني هذه تانية لازم كل واحد فيكم يروح لها بين قوسين تشوفوا شوروم تشيري تشوفوا بالصينيين راهم يخدموا في العالم كامل راهم ينتاشروا وانما ممهنة في توركيا ممهنة ممهنة السوق المصري تشوفوا فيه يبيعوا الحوايج يبيعوا صاك عندهم المأكولات عندهم العقاقر إلى آخره الدهب تصريف العملة يعني فيها آلاف المحلات ومتاني واحد يحب الأسواق ننصحكم وممهنة والأسواق ستكون عالية ومشي في المتناول لذلك يجب أن تقوموا قبل أن تشيروا أي شيء في السوق المصري نذهب إلى المنطقة أورتاكوي ستكون تحت الجسر 15 جوليا جسر معروف في إسطنبول على الإنقلاب في إسطنبول المنطقة هناك مسجد رائع ومكان مفتوح على البحر وين يبيعوا هذه البطاطا اللي يجبون مفتوحها ويدوروا فيها داخل مجموعة من الأجبان إلى آخره بغي مورطاكوي منطقة رائعة وفيها واحدة لشار من واحده نعطيكم معلومة السيارات في تركيا كما نرى بزاف 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 غالية يعني مثلاً السيارة اللي في أوروبا نقلوا بدر عامنا نقلوا بلك مليار هنا تديروا واحدة الأسعار خيالية يعني كما نرى تركيا سيارة غالية أعرف بلير وشاريها أضعف مضاعفة السيارة أوروبا لماذا؟ لأنه في تركيا كان هناك القانون يسميها أوروبا وهذا القانون يقول أنه كلما السعر السيارة يزيد وحجم الموتور وحجم الماكينة يزيد كلما الضرائب يزيد ويوصلوا حتى المئتين بالمئة يعني تخيل أنه تشيري سيارة مثلاً مليار تخلص عليها مئتين بالمئة يعني زوج ملاير غير تا لزامب يعني شوكلي تشيري وزي تشيري زوج للدولة تعطيوله عجب دونك من منطقة أورتاكي يروحوا لمنطقة بلات اللي تشيري في منطقة الفاتح وتعتني من أحسن الأماكن لأنه فيها مجموعة من المساجد مع مجموعة من الكنائس مع واحد الديار يعني يعملوا واحد الجو رائع من حيث الألوان إلى خيره الناس اللي حبوا الموضة ويلي حبوا الملابس إيتوك المنطقة يسميوها نيشان طاشي يروحها في المترو وتنزل في عصمان باي وتتمشى شوية ركفين الشنطاشي كائن المركات العالمية كما شانال ويفي تونت وكائن تاني بزاف المركات التركية والنوعية والأسعار حسب يعني حسب كل واحد يعني كائن من كل الفئات كائن تاني شارع الاستقلال بالتقسيم كل واحد يأتي لإسطنبول يأتي له لأنه كما يبقى إن رفيرانس هنا في الفيديو سوف نرى صندق كوميرسي يجينا على اليسار مركز تجاري هذا المركز تجاري كما ركز تجاري عنده ثلاثين سنة من يفتحوه ويوعد من أول مركز تجارية في إسطنبول يسميه أك مركز وصح صح إلى يومنا هذا كي تدخل تحسب لصندق كوميرسي جديد يعني عامة لصندق كوميرسي في تركيا يتجاري تجاري تجاري يجب أن يحصل بلاه تجاري لا تجاري وإنه حتما الشركة التي مركز تجاري وكيف تجاري لذا نكمل في الأماكن السياحية ونذهب إلى المسجد السليمانية الذي يعد من أقدم المساجد في إسطنبول ويعطيك نظرة على البوسفور والخالج الثهبي في نفس الوقت مع برج غالطة في مكان رائع نسل تحب التروح لصندر كوميرسيو هنا في تركيا يسميهم AVM مركز التسوق احاولوا كيف يذهبون للصندر كوميرسيو التي يجبون من الأسقوال في المطر ويقوموا في تركيا لصندر كوميرسيو لأنه سيتعبونكم لأنه في تركيا يلسقوه مع المطر تعالى أنك لا تعبون في الشيشليه يسمى جواهر في غير التباك يسمى زورلو سنتر في ليفانت يوجد ازديلج بارك مع كانيون كانت واحد اتنسيت الاسطاسيون تاع اسمها وشون يحبوها بزاف الجزائريين يسميوها فينيسيا مول حدثنا او ثلاثة انصحكم تاني باش تراحوا تشوفوه دونك بعد ما شفنا بعض الاماكين اللي نقدروا نزوروه من جوز ودوكا للنصائح والارشادات اللي هما مهمين بزاف اول حاجة اي في تي تاكسي جاو جزائينا تاكسي اي في تي تاكسي بس كو في تور كلي تاكسيو غاليين بزاف يعني بلا ما هو يحووز يزيط عليك في السومة بجا هما اصلا غاليا اون بلس دوسه هو هو يحووز يزيد لك في البري اذا انت ما شفت فيها مثال تحبطك من المعطار للمركز للمدينة يطلب لك بضرهمنة واحدة المليون لذا انت مليون تحبط للمركز للمدينة على مدينة بعد مدينة على مدينة مدينة بل المدينة ونرى الفرق بين 18000 ومليون ونحن نحاول كيف تتحرك الوطل ونحاول كيف تتحرك الوطل قرب الوطل لكي لا تتعب من المطار أو كان هناك بس يسمى هافاست يدعون الشيشلي و التقسيم يدعون البشكتاش يدعون البيازيت يدعون الكثير من الجزائرية ونحاول كيف تتحرك الوطل نشاهد المدينة bell هذا المدينة مختمع مليح طرق نظاف أعجبكم كيف ترى الحال مع رانا في فصل الشيطة ترى الشجر كيف كان لأخذرار أو ألو أعطونا رأيكم في المشاهدة و أعطونا الأماكن التي تريدون لكم فيديوها لكي تدكوبروهم قبل أن تذهب إلى إسطنبول كما قلنا أول حاجة أول حاجة أتل يكون قريب للمترو و قريب للمحطة البوس ثم سأذهب إلى حاجة أخرى عندما تصل إلى المركز المدينة في البوس أو المترو يجب أن تشري بوس و يقول أن البوس في تركيا غالية 500 ألف دراهم منها 400 ألف أو 600 ألف و يجب أن يجب أن تشريها لا يجب أن تشريها لأنه أولا يجب أن يعطيها لكم مع مرافعة ثانيا يجب أن تربحكم بعد دراهم في أفضل مثلا ننصح دائما قبل أن يذهب إلى مكان معين يجب أن يرى الآراءة الناس في هذا المكان وهذه تستطيع أن تفعلها أخرى كي تكون لديك أنترنت مثلا تحب تعرف أين رأيك تحب أن تذهب إلى المكان معين تحب أن ترى البوس و أين رأي وصل إلى أو لا أي شيء يجب أن تكون لديك أنترنت لذلك يجب أن ترى البوس و أين رأيك خير و بعد ذلك نذهب إلى شيء أخرى مهم أخوتي EVT دائما تصرف دراهمكم في الأماكن السياحية يعني لا تشري لبسة لا تشري براسكوالو تقريبا 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 لأن الجودة تكون أراضية والسعار يكون عالي لذلك لا تحتاج إلى الصحة أنترنت لذلك لا تحتاج إلى الأماكن السياحية وإنما أذهب إلى الأماكن وين يكون فيها الأتراك مثلا لديك منطقة السلطان أحمد منطقة البيازي هذه منطقة السياحية بمتياز لذلك هم كائنين صح أنت صعب لك لا تحتاج إلى الأمكان ومنطقة السياحية لك أخبرهم هناك قانون يقول لك بعد قانون يعني بناتنا يقول لك لا تحتاج إلى الأمكان وكما تتأكد مليار من المياه مثلا تقريبا وقوم بإمكانك يقول لا تحتاج إلى الأمكان بالطبع نحن نتحدث في حالة ميدة في حانود في مكان أو في سوق وليهذا ننصحك كيف تحري ونذهب إلى الزوات ونذهب إلى الأمكان ويقوم بإمكانك لك خلال ونضع ونظر بعد خمسة أمام ونحن وأن تحديد القانون يجب أن يكون محل أو أمام أو أمام وأنه أصبح أمر وأن تحديد لا تحتاج إلى كما ترون، وصلنا إلى الطريق الكبير منطقة ليفنت التي تعد من أجمل المناطق في إسطنبول الجديدة هنا ستجد الكثير من المناطق 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 هل وجدون الرائحيس والأنشار الصيب على مدنك بذلك؟ هذه هي أن!.. و والثالثتين على نهاية حادقة المناطق الم Ideal وتنزل في لاستاسيون يسميها ليفنت لأمتنين هذا تقدر تحكمه من منطقة لاليلي مثلا من لاستاسيون يسميها فيزنيجيلر هنا نوصلنا للمسجد اللي حكينا عليه في بداية الفيديو اللي اسميه مسجد خير الدين بارباروس هذا مسجد بنوه في 2023 يعني ما هوش مسجد قديم اللي عاود وراء ممه وإنما مسجد جديد وعطاولوا الكونسيبت ممكن تدخلوا الداخل تاع البحار يعني حتشوف اللون الأزرق واللون الأخضر يغلب على طابعتها هاد المسجد جيسباك تكون عجبتكم الفيديو تاليوم جيسباك تكون عجبتكم الجولة اللي درناها والنصائح لمديناهم ماذا بيلك نشاركوا معايا أراءكم في الكومنتر وإقتراحاتكم ونخليكم ونطلقوا فيديو جديد إن شاء الله سلام